اذا عندنا اتنين مليون وتمنمائة الف طلب تصالح في مخالفات البناء منذ قانون 217 قانون التصالح ومع ذلك القانون ده قاعد يتعدل وبيتغير الآن خلينا نروح بقى الى ست النائب المهندس ايام منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة وصاحب مشروع مقدم لقانون جديد معدل او جديد يعني للتصالح في مخالفات البناء لكن قاليني ابدأ بالقديم تعرف المثال بتاع القديمة تحلى ولو كانت واحلى دي لكن واضح ان القديم هنا مش احلى بدليل انه بيحتاجي التغيير هل فلسفة خالون التصالح يا شو حدس ايام بوصحة دك القانون القديم اللي صدر في 4 2019 فلسفته 17 قانون رقم 17 لسنة 2019 صدر في شهر 4 2019 قانون ده كان بيقول عايزين نقفل ملف المخالفات اللي اتعاملت في مصر عشان نشد خط ونبتدي على جديد بدون مخالفات عاصم ده الهدف بتاعه الهدف ده الحقيقة يعني لم يتحقق نهائيا لماذا؟ لانه القانون صدر في شهر 4 2019 لقينا في التطبيق مشاكل فابتدينا نقشه في شهر 12 2019 واصدرنا تعديل تاني في شهر يناير 2020 طيب التطبيق بقى على ارض الواقع قال انه لم ينجح احد ليه؟ 2 مليون و800 ألف تقدموا اللي خلصوا التصالح بتاعهم وخدوا نموذج عشرة 4% فقط لغير 4% بس؟ فقط لغير من 2 مليون و800؟ بالزبط طيب الـ 4% دول هل بعد ما اخدوا النموذج قدروا يستفيدوا بيه الاجابة حتى في الـ 4%؟ لا ليه؟ لانه في حد خد نموذج عشرة وتصالح كان عنده على السطوح مثلا مخالفته انه بدلا ما يسيلوا السطوح سطوح بالبلد بانا عمدان مثلا بس كان ناقص يبني سقف ويقفل طيب ما باناش؟ ما باناش بيدوب بانا عمدان وراح ما لحقش يقفل ده راح دفع التصالح ودفع تمن التصالح لكل الاريا دية المساحة دي وخلص جي باع علشان يبني قالوله لا ده انت محتاج تلف اللفة من اوله جديد وداخد ترخيص من اوله جديد ده ما نتصالح عليه؟ ده ما نتصالح عليه في حين بس الان هدى حدك البيت اللي جنبه راجل بنى عمدان وقفلها وعايش مخالف وراح تصالح دفع نفس التمن لو افترضنا نفس المساحة بس عايش ومستقر والدنيا ماشي ده قالوله لا ليه في اللفة من اوله جديد فانا اقترحت في مشروع القانون انه الناس اللي خدت النموذج عشرة اللي هو خلص ودفع والاجراءات تمام ويحق ليه التصالح ما فيش مشاكل يقدر يبني مثلا ويصب هذا السقف او يكمل الحيطان والعمدان بتاعته القانون الحقيقة انما الاربع في المية حجب تقول خدوا نموذج عشرة فالتصالح ليس بالضرورة انه مشاكل لا منهو حتى دول ما انهوش مشاكل فضلا بقى انه فيه لسه الستة وتسعيف في المية اللي ما صالحوش اصل قدموا الطلب عندهم النية عندهم الرغبة تقدموا بالفعل واكيد دفعوا الفلوس اللي هي خمسة وعشف في المية والخمسة وعشف في المية فعلا والدولة ليه بقى مش عز الصالح لا الدولة الحكومة عاملة قانون القديم بالاشتراك معنا لكن المشكلة في تطبيقه على الارض فشل زريع ليه بقى لانه فيه بنود كثيرة في القانون كان مفترض ان الليحة او القرارات التنفيذية القرارات اللي تطلع تحلها هدي حضرك مثال احنا متحين التصالح خارج الحايز العمراني طيب الحايز العمراني علشان نتصالح خارجه لازم يبقى متحدد طيب الحايز متحدد طيب فيه المشكلة بعد الحايز العمراني ده حضرتك فيه حايز تاني اوسع شوية منه اللي هو ايه حايز بتاع التصالح اللي قاله قلنا في القانون اللي قريب برا الحايز لكن قريب يقدر يتصالح اذا عندك دائرة كده بتاعة الحايز ودائرة اكبر بتاعة التصالح الدائرة الاكبر دي في الغالب مدن وكرة مصر مش موجودة لحد دلوقتي يعني مش موجودة يعني مش موجودة يعني روح المركز مدينة كزا اللي هم انا عايزة تصالح انا برا الحايزه وعايزة تصالح ما عندناش الحايز التاني اللي انا بقول لحضرك لجنوب ايه ما فيش عندي هدي لك ايه ورق ما عنديش فالموظف وقف ما تصالحناش طيب الحل بتاعة ده حطت شرط في القانون اللي أنا عامله إنه إلزام الجهات المعنية بإصدار الأحوزة دي زي التعريفات بتاعتها في خلال تلات شهور عندي حطت بند تاني بنتكلم على تب تتكلم على حضرك 2 مليون و800 ألف في محافظات يعني هدى حضرك مثال محافظة زي الجيزة فيها تقريبا 25 لجنة فنية منتشرة في الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن نتابع وزارة الإسكان الخمسة وعشرين دول حضرتك عندهم ملفات 215 ألف ملف طيب اللجنة للأربع أفراد دي عندهم 215 ألف تتخيل حضرتك وأنا أنهم يخلصوا الإجابة لن طيب حطيت بند في القانون إنه المباني الصغيرة اللي قال الم 200 متر اللي قدمت تتصلح على هذا الأساس مدام المبنى مش متعد على النيل مش متعد على الأسار وسليم إنشاء جاء بشهادة سلامة إنشائية إذن ما بنى آمن يتصالح هنقفل مئات الألاف إن ما كانش ملايين ملاحظات كتير على قانون لم يطبق لهذه المشاكل حضرتك من لحظ المشاكل دي الدولة نفسها لحظة تقول حكومة فقدمت قانون قدمت مشروع قانون المفروض بتوافع عليه من أجلة الإسكان غير قانون حضرتك إنت لك ملاحظات على يعني هل ما ذكرته من اقتراحات لم ترد هذه الملاحظات في قانون الحكومة المقدمة؟ كتير منها مشوارت للأسف الشديد قامدنا على الحد والاتنين الجايين اللجان المختصة هتجتمع في وجود الوزراء المعنيين زي وزير التنمان المحلية وزير الإسكان وزير الزراعة علشان نحل هذه الأمور الفكرة هو طبعا لا يعني إيه تحفظك على التعديل الجديد المقدم من قبل الحكومة؟ هل يمكن أن ينتج تعطولا جديدا كما أنتج القانون السابق؟ طب ليه ما بتنقشوش ده وبتقولوه في البرلمات؟ مع النقشو يوم الحد والاتنين الجايين فيه اللجان وإيه الأهم من النقط اللي ممكن يعني حضرتك تقولها لنا معيبة في التعديلات الجديدة لم تغطي المشكلة ولا بتحلها؟ هقول لحضرتك البند بتاع الأحوزة اللي مش موجودة دي ده بند هيعطل لو لم نلزم الجهات المعنية بنص قانوني أنها تنفزوا ده هيعطل الحاجة الثانية المساحات الحكومة المتين متر اللي أنا بقول لحضرتك عليها نحطت في مشروع قانون أقل من متين متر اتصالح علشان يعني بيت يعني لسه أنا جعل حضرتك ناس بتبعاد لي بيت 86 متر وعايز يتصالح وقدم بس واقف في الإجراءات الروتينية والعقيمة والروتين والأشياء الأخرى طيب ده نصالحه وبعد كده اللي جان دي من حقها تنزل في خلال مدة القانون سواء سنتين زي ما أنا بقول أو ثلاثة زي ما الحكومة بتقول تراجع البيانات دي سليمة تمام مش سليمة نرجع لي لكن عايزين نحل كمية كبيرة في الأول عشان نقفل الملف ده ده مقترح الحكومة قالت إيه؟ قالت متين متر أو وأقل من ثلاثة دوار ما يزيدش عن ثلاثة دوار وفي الكرة بس اللي هو يتصالح على طول دي نسبة مش دي لنسبة كبيرة هو المخالفات النسب الأكبر فيه يا سيزي أبو؟ الكرة اللي تقدموا من الاتنين وليون وثمانمية فيه ستين في المية منهم كرة واربعين في المية مدينة أنا كنت طالب من ضمن طلباتي اللي بطالب بيها الحكومة يدونا بيانات تفصيلية أكتر ما عندكوش بيانات تفصيلية كام برا الحيز كام تعدي على خطوط التنظيم كام تعدي على كذا يعني التفصيلة دي محتاجة لها مصريف دا مش عندك؟ لا مش موجود لذا الحكومة لازم يكونوا يمبعدوا الحكومة لأنها المفروض لما بتضع المواد الجديدة تبقى وفق الخريطة اللي عندها دي؟ بالضبط أنا بقول أنا ممكن أقول لحضرك أرقام بس مش اللي قدموا على التصالح المخالفات في مصر شكلها إيه؟ لو قلنا مثلا عندنا في الألفنات اللي احنا فيها في حوالي اتنين مليون وثمانمية ألف اللي هما ده غير التصالح اللي هما مرصودين سبعين في المية منهم بنى بدون ترخيص أصلا فأنت عند حضرتك البند الإنساسي بنى إيه؟ بنى دور يعني ولا بنى؟ بنى مبنى مبنى نفسه مبنى بدون ترخيص أصلا مش القوضة اللي فوق السطح دور التالت دولة بقى اللي هو فوق السطح ورسومات وهكذا والحاجات دي عشرين في المية والباقي خط تنظيم أخرى أصنوا سبعين في المية بدون ترخيص ما فيش إذن إنت لازم إحنا وإحنا بنحط الترخيص يعني بقى شايفين ده الدولة سكت على سبعين في المية بنى من غير ترخيص إزاي؟ محليات يعني تقصير محليات؟ طبعا سنين عمرنا وما أقدرش أقول تقصير محليات واسكت ليه؟ هو المواطن أنا بقولش أنا يعني أنا ضد مخالفات تماما وضد التعدي على الأراضي الزراعية بس يتم ضرع المبررات لها بس المواطن اللي كان من 30 سنة مش لاقي شقة والدولة يعني دلوقتي فيه مشروعات اسكان اجتماعي ومشي بكسافة وكذا ماشي قبل كده كان فيه هذا الكلام والكسافة لجابة لا طب المواطن يعمل ايه؟ عايز يبني ويعيش هو أولاده فاضطر يبني وفيه غيبة قبضة تفتدر المواطن اللي يبني لأولاده ده اللي هو موجود في الريف أكتر ولا اللي ضرب له 20 دور في الشوارع في فيصل على الدائري وهم دولة اللي بنوا هل دولة بنوا بدون ترخيص ولا دولة هم اللي مخالفات بناء مش مخالفة بناء أصلا يعني مش بدون رخصة مثلا واخد رخصة عشر عباله ومشريت هقول لي سيادتك انت جبت مثال الدائري فيه توسعات دلوقتي شغالة في الدائر فيه قطاعات مش قليلة اللي بيتزالوا عشان يتعوضوا والناس بتجيني علشان أساعدهم في أنهم ما ياخدوا مستحقتهم بسرعة وتكون سليمة وبالقدر الكافي وكذا ما همش ترخيص أصلا فإحنا كان فيه غيبة لهيبة الدولة السنوات عمرنا اللي فات دلوقتي إحنا يعني مش عايزة أقول بنجنس مرها لكن عايزين نقفل بقى الملف ده نحط خط كده ونقفله نعايزة أقول لحضارك حاجة غريبة في قانون التصالح قانون ده المواطن عنده قضية وعنده مشاكل وعايز يكمل وعايز يخلص فالمواطن جاي يدفع يعني احنا شفنا زي ما حضارك كده أكيد متابع وكلنا متابعين قصة الفاتورة الإلكترونية وما حدث فيها والإشكاليات وضبابية المعلومات والناس مش عارفة إمتى وإزاي وفين ومحدش لحد ما النهاردة فيه أنباء عن تأجيلها لكن ده المواطن جاي بيقول أنا عايزة أدفع واخلص ممكن تخلصوني فهو المواطن هنا مختلف ليه يعني مش عايزة أخلصه علشان مش عارف أحل المشاكل يعني في رأي المتوادع الدفاصيل بتاعت القانون يشتغل إزاي يا أستاذ إبراهيم قانون وليحة وقرارات تنفيذ وقرارات تطلع تفسر وتحل لو التلاتة دول ما مشيوش لو طلع قانون زي الفل والليحة نص نص وقرارات مش موجودة قانون عتل على الأرض فأنا بقول لحضارك تسهيلا لازم من 200 متر دي يبقى فيها قرار تسهيلا لازم الأحوزة العمانية ولا نعمل القانون بمبادئ عامة واسيب كل ده للليحة عشان نخلص يعني النوايح مش محتاجة ده المفروض ده المفروض ممكن يبقى فيه حركية من محافظة لمحافظة ده وضعها غير الوضع هنا فغير في النوايح ده المفروض بس اللي تلاسع والشربة والشربة بينفق في الزبادي فإحنا من لما يطلع قانون في سنة 2019 وتطبيقه دلوقتي ببساطة كده نجح 4% لما حتى ما جابش 50% وعده بملحق ده ما نجحش خالص 4% فده بيقول له حضرك إيه لا الموضوع إحنا عايزين بقى الحاجات اللي كنا عايزينها كنواب تبقى في اللايحة أو في القرارات لا إحنا نحطها في القانون وأمرنا لا عشان نلزم بيها الجميع حالك وكيل لجنة القوة العاملة وأكيد لك حق الحضور في لجنة الإسكان طبعا أنا مدعو إن شاء الله يوم الحد والاتنين الجايين أنا أحضر يعني دي الجلسات الأولى بس حصل جلسات أبلي كده حصل جلسات قلنا أراءنا كنواب أنا عايز أسمع أراء الحكومة نفسها بتدفع عن القانون ده أو بتقدمه باعتبار إنه سيسد كل الصغارات اللي تركت فيه قانون 2019 الحكومة ما قد نعتكوش ما كانش فيه وجهة فيما تقول حد أب تقتنى هقول لحضرك إحنا اللي نقشناه من حيث المبدأ أراء السادة النواب في الجلسات الأسبوع الماضي علشان نسمع إحنا مفقين من حيث المبدأ على مشاريع القوانين المتقدمة دي ولا لا من حيث المبدأ المجلس موافق والنواب موافقين يقوم الحد والتنين هنناقش بند بند البند ده هيطرح كل مقدمي يعني أنا مقدم مشروع قانون في زميل النائب عمر مقدم مشروع فيه مشروع الحكومة التلاتة أو الجميع والنواب ده فيه نواب يعني لهم باع كبير في المحليات هيبقوا موجودين هنطرح البند قدي البند بيقول كذا رأي الحكومة كذا والنواب كذا هنتناقش دي بقى اليوم الحد والاتنين وانا اتمنى ان هذا القانون ينجح لان انا شايف انه فيه طوق نجاح قانون جاي المواطن بيقول انا عايزة تصالح وخلص القضايا اللي عليها وخلص المشاكل طب تدعو مواطنين يا فندم من الاستماع يعني كثير من اللجان او كثير من البرلمانات بتجيب اصحاب الشأن ويسمعوا ويضيروا حوار والنواب يسمعوا منهم الاعتبار انه ايبا هذا القدر من التشارك اللي يوفر صورة اوفى واوسع لمشرع البرلمان هو بياخد القرار بس اتمن حضرتك المواطنين متواصلين معنا بصورة مش يومية ده على مدار الساعة وبيعطونا مشاكلهم وبالتفصيل يعني انا بتابع الصفحة عندي بتابع الصفحات الاخرى بقول لحضرك التفاصيل عندنا موجودة المشاكل وقفة ازاي احنا عايشينها عشان كده ما بنجي نقش الحكومة بنقولها عندنا بند واحد اتنين ثلاثة نموزج عشرة حضراتكم اتعطل بسبب كذا وكذا وكذا اشتراطات الحماية المدنية محتاجة اعادة نظر ليه لانه مثلا عند حضرتك بيت زي ما قلت حضرك 80 متر وعرضه 7 متر طيب ده هيقدر يعمل وسلم طبعا طالع هيقدر يعمل سلم هروب والاشتراطات الكثيرة طيب الحماية المدنية مهمة جدا لكن محتاجين نفكر في كود يصدر للتصالح بس يكون لتعادية الفترة بتاع التصالح لان السؤال بقى التاني اللي هنسأله لنفسنا لا مش هنتصالح ولازم نطبق كل الاشتراطات بتاعت كل حال هنقدر نزيل هذه البيوت الإجابة لا الاثنين مليون وثمنمية مش عدد أفراد عدد طلبات طلبات لا مش قسر كمان طلبات ده ممكن طلب واحد أمارة فيها خمسين بني آدم فأنا بقول القانون ده اللي مقدمين فيما سبق يمثله تقريبا خمسين مليون مواطن في تقديرات الشخصية فأنا بتعمل مع نص الشعب فإذا أنو أنا بتعمل مع الفكرة دي بالمنطق طيب عايزين نقنن بقى ونقفل الصفحة دي ومنسيبش المواطن برضو منتحداك لما تسيبه دلوقتي كده بيحصل عليه ضغط من بعض النفوس الضعيفة للابتزاز الشهري والسنوي طبع عايزين نقفل الملف ده الملف ده يتقفل بشوية البنود اللي احنا بنقولها فيه برضو منقشاتها عن موضوع الجراشات فيها إشكالية ما بيننا وما بين الحكومة في التفكير حاجة بتقول احنا بنعمل قانون للتصالح في مخالفات البناء مش بنعمل قانون للبناء بزرط بنعمل قانون للبناء نعمل فيه كود اللي احنا عايزينه واشتراطات بزرط لما عايزين ننقذ موقف ونحل مشكلة ونقفل خرابة خمسين مليون مصري نعمل قانون خاص بالتصالح في البناء بالزبط وده دي فلسفة تغير من منطق يعني التشريع كله بالزبط زي بالزبط ايه انا بقول انه عندنا ازمة في المرور وده كلام سليم لما الحكومة تقوله والانتظار اماكن الانتظار فيها ازمة تمام ماشي كيف البيت تم انشاؤه وما فيهوش جراشات اكبره على انه يبقى بجراشات طب ممكن توزيع العمدان ما يسمحش بمرور خلاص انه مش هخرج انا تدور الاول اقوله ايه اللي بنعمل ده انا هفترد مع حضرتك انهو بيت انا هفترد وده مش مقبول بل انهو بيت كان مصمم وحطت في بال وحكومة ايه دي فطبعا يعني ده يعني انا بدي حضاك مثال فيه حاجات صغيرة جدا زي الجراشات زي نبوذج عشرة اشتراطات الحمال المدنية الاحوزة العمرانية المساحات بتاعة المتين متر اللي بقول عايزين نديها شوية تسهيلات اللي خارج الحيز مثلا فيه اشكالية كبيرة هتلاقيها على صفحات التواصل الاجتماعي الاحلال والتجديد والتعليق والمتخللات عندنا ده احنا فيه مجتمعات خارج الحيز انشئت في غفلة من عشرات السنين طيب ده تراكم ده تراكم علشان نيجي نقول له حد مثلا انت خارج الحيز ودي فيه الف بيت هنا مبنيين وفيه كم قطعة في النص لقيت كم قطعة دول المنوع تبني ليه يعني ما هو خلاص الارض فقدت مقاومات الزرع ده بقى مجتمع ساكني فاحنا محتاجين نفكر بالواقع اللي احنا عايشينه مش بالنظريات احنا بنحل ازمة مش بنرضع قوانين جديدة بالزبط مش بنعمل قواعد جديدة احنا بنحل ازمة قواعد شائعة بالزبط انما القواعد الجديدة نعملها يعني على بنيان حقيقية بالزبط شكرك جدا سات النائب يا منصور وخلينا نتابع بقى مراحل صدور هذا الضانون حطل اتنين لان القوانين سلحفائية شوية لوين دولها في مصر وبتصعبوها علينا وفي البرلمان بتقودوا كتير قوي والقوانين ما بتطلعش لا ده تخيل هيطلع على طول بس اتمنى انه ما يطلعش على طول وفيه العيوب اللي هتعطله ان شاء الله تمني يعني يحصل استجابة كويسة من الجميع ونسمع بعض بصورة جيدة جدا في القانون ده بالذات لانه تفاصيله كتير ونتمنى نجاح ولا يتبقى من اللي عندهم مشاكل الا 4% مش اللي حلوا مشاكلوا و4% اشكرك جدا سات النائب يا منصور اشكرك للغاية الى فاصل اشكركوا في القناة